فإذا الله هو الخالق نستنتج أنه المسيح هو الخالق بتقول لي كيف في العهد الجديد منشوف أنه المسيح هو الخالق تعرف حباقي قدرة المسيح تتجلى بصور كثيرة في يحنى واحد ثلاثة مكتوب بغيره لا توجد خليقة في يحنى واحد عشرة كان في العالم وكون العالم به في عبرانيين واحد واثنين الذي به عمل العالمين في كلوسي صحاح واحد ستة عشر وسبعة عشر فإنه فيه خلق الكل ما يرى وما لا يرى بعدين بقول الكل به وله قد خلق ولاحظ وفيه يقوم الكل فإذا الله خالق الجميع بيسوع في آفسوس 3 آية 9 فالمسيح هو كلمة الله يعني ابن الله يعلن عن ذات الله صورة الله غير المنزور لأنه قال من رأاني فقد رأى الآب بها مجد الله رسم جوهر الله يعني التعبير عن الله وكل هذا من خلال يسوع المسيح فالسؤال إذا الله هو الخالق لماذا أعطى الله صفة الخالق فقط للمسيح هل فكرت أنك تسأل هذا السؤال لي الله أعطى هاي الصفة ليسوع المسيح لي ما أعطاهاش لأي نبي في هذا الوجود فإذا هنا بخلينا نتسأل أنه مش مجرد الله أعطى إذن أو بإذن الله منلاحظ أنه المسيح هو موضوع الخلق وهو الذي خلقه وبه وله قد خلق الكل فإذن الله القادر على كل شيء هذه صفة إلهية كما قال أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء من يستطيع أن يقول هذا الإعلام هل فكرت في هذا الأمر أنا هو الأول والآخر التوراة تتكلم عن يهوى أنه الأول والآخر حتى في القرآن يتكلم عن الله الأول والآخر لكن تخيل يسوع يقول أنا هو الأول والآخر أنا الأول والآخر فإذن إن دل على الشيء بدل أنه فعلا المسيح كما أعلن أنه هو الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر